كتب جاويد في تغريدته بأن أعراضه خفيفة جداً وذلك بفضل اللقاح الرائع وقال إنه إذا لم يتم التطعيم باللقاحات فيرجو التطعيم بها وضيفاً أننا نتعلم التعايش مع فيروس كورونا الجديد بدلاً من التناحي أمام الفيروس في معلقة رويترز بأن مئات آلاف البريطانيين لقوا حدفهم بسبب كوفيد 19 في حين تعاوزير الصحة الجمهور إلى عدم التراجع في مواجهة الفيروس الكورونا الجديد وبحسب تقرير للغارديان البريطانية انتقدت مجموعة مدنية مؤلفة من الذين فقدوا أفراد أسرتهم جراء الوباء تصريحات جاويد ووصفوها بغير الإنسانية مطالبين باعتذاره في حين انتقدت نائبة زعيم حزب العمال المعارض أنجيلا رينر والتي فقدت أفراد أسرتها بسبب الوباء لحكومة البريطانية وعلى الخصوص تصريحات جاويد قائلة أن هناك أكثر من 100 ألف شخص في المملكة المتحدة قد لقوا مصرعهم بفعل هذا الفيروس وقالت أنه لو لا فشل الحكومة البريطانية في الاستجابة للوباء لما مات الآلاف من الناس كما انتقدت جاويد لتشويه أولئك الذين يحاولون حماية أرواح أفراد عائلاتهم ترجمة نانسي قنقر